السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجع لكم من جديد في The Sims 4 The Big Sister Challenge طب غيرت شوي في لبسها وخلينا شعرها تفتحها عشان نحس طفاشنا اوكي هذه دانا بالشكل الجديد ما شلت هذاك اللبس خليتها بس كين تلبسها بكرة او بعدين يعني مو الحين خليت هذا اللبس تلبسها الحين يعني وطبعا الحين عبير في المدرسة غيرنا شوي في شكل البيت بورك مياه من جوع بس غيرت المطبخ لو سمحته لحد يدقيق في التنسيق والالوان والكل شي اعرف والله مو مرة مرتب يعني البيت عموما مو مرة مرتب بس غيرت حطيت لكم غيرت المطبخ شوي حطيت مايكروويذ غيرت الغرفة سويتها بشكل أوسع بكثير صارت حطيت فيها الكمبيوتر حطيت الدبل بيد هنا المفروض اني احط صالة كان عندي اقتراح اني ابني دور ثاني فوق مكان هذا ونحط صالة بس لدرج مرة مكلف فما قدرت تسويه وكان عندي اقتراح ثاني اني بعد امد شيء كده ونحط هنا صالة او جلسة ونفس الوقت ما عندنا فلوس كثير فلسه ما ندلوش نسويه في البيت يمكن ننزل البيت من الجاليري الحلقة الجاية اول شي الزرح حقنا ابغاها ابغاها ترتبه وتسقيه طبعا ودي اخليها ترسم لي انا الكتابة ما يعني صدق تجيب لنا فلوس بس فلوسها البطيئة بطيئة مرة فبخليها ترسم وتكتب نفس الوقت وتزرع احس مرة ضغطين عليها ما ادري ليه بس في كومنتس جاني اننا نحط الزرع بره بره الاماكن هذه القوالب هذه ما ادري اذا هو يعيش بره ولا لا اذا يعيش بره كتبولي عشان اسوي مزرع هنا واحط تراب و سور وكده في هذه المنطقة او يعني في اين منطقة ثانية بس انتو اوكي صوتهم عالي ندريش فيهم اليوم بس انتو قولولي وش رايكم او اذا قد جربتوا الزرع ويعيش بره قولولي عشان احط الزرع بره هذه صديقتها كاسي طبعا في الحلقة اللي سجلتها لكم اا ندينا ريان بس ما احس انهم اتفقوا مع بعض يعني ما حسيت ريان الشخصية اللي نبيها وكذا ما هو وقتها جبت ناس من القلوري احسن بكثير وحطيتهم في بيت مرة حلو فاذا عمد اليوم الوقت بروح لبيتهم او بحاول نشوفهم في مكان وكذا ونشوف واش يصير تختار مين بينهم طبعا الحين جلستة تهم في الزرع وهذا شي زين مرة ابغاء اخليها تصور نفسها سيلفيز عشان نحطها في البيت وخليها كمان تاخد صورة مع استيقتها كايلة او مو كايلة ايش اسمها كاسي تركنا ريان لها فخليها تاخدها ما نبيه خلاص اوكي بمشي الوقت عشان مرة بطيء البروزيس حقهم اوو فيه رولة طلعت هنا غير المشروع خلويني نبيعهم بما اننا مرحبا احسر مش هطالة اوكي هنا استيقتها جلت تنظرها ما بغدا الصورة بس او صورة ثانية بس بادي خلويني اشوف رهي استيقتها اوكي كذا كيوت تكلها راح نبيع اغلب الصور بنخلي احسن صورة عندنا اوكي هذا لسه رموشها طالعة كذا ما عجبتني الصورة مرة بس عشان بيعها طبعا اليوم المفروض اني جلسة اسجل لكم بي بي هابي فاميلي الحفلة اللي قلت لكم عنها اني بزويها مرة متحمسة لها جهست البيت وجهست الشخصيات وجبنا الشخصيات من بره المدينة طبعا وجهست لكم بس ما هادلوا شو مسألت لبست الشخصيات كل واحد والكوستم حقا يعني جهستهم تجهيز كامل كل شي بس جت مشكلة اللي هي اه انا كنت بجمعهم كلهم في بيت واحد المد اللي جمع لي اكثر من ثمانية في بيت واحد اه توقف اه توقف شغلة عشان شي واحد اوكي ما هادل ليه جلسة اكلج في الكلام صار في عطل من بعد ما سوى تحديث الجديد للسمس فجلسة استنى صاحبة ينزل لنا التحديث للمد ان شاء الله ينزل لذا الايام ان شاء الله ما يطول لانها مرة متحمسة للحفلة شوفوا في شي معلق في الماوس اوكي مو بلازم خلاص ما نبغى ولا شي منكم اه واضح انها فرحانة في المايكروويب ايه وصح لسيت اقول لكم عن شي اكتشفت اكتشاف انه نقدر نرفع الموتر حق دانا عن طريق الكمبيوتر من التايبنج عبير بحاول ارفع الموتر حقها عن طريق الكمبيوتر وبخليها بخليها تكتب مو عبير دانا شكلها بتقضي كلها ما استيقتها افغ بيع هذه اشياء بعد اوكي معلق معلق اوه مدينا نزرع الستروبيري مرة ثانية سوت اكل وصفحت استيقتها المفروض انها مسوي اكل كامل ايش هذا اللي سوتها اوه ساندويتش اوكي فالحين بخلي عبير ودانا يرفعون اه طبعا دانا اليوم ما ادري ما ادري وش بخليها توي شكلي باشتري لوحة حقية الرسم بس استنى تجينا تجينا الروياليتيز عشان او انها صدق بتروح للشغل فبس استناها تجيب لنا فلوس شوية عشان اقدر اروح خليها ترسم وتجيب لنا فلوس من الرسم لانا يعني الرسم بالنسبة لي احسن بكثير فعشان كده نسوي في الرسم كويس ما عندنا فوتير ولا جاي الحين هي بتروح للشغل احضر احضر لماذا رحتي لماذا راحت شغل اوكي اللعبة بدية تعلق فبطلعوا برجع ادخلوا ونشوفوا اشي يصير ارجع لكم من جديد ان شاء الله تكون تصلحت المشكلة اللي قبله شوي صارت ان شاء الله اوكي اشوة راحت زي ما قلت لكم بتخلي دانا تكمل كتابة علشان ترفع لنا الموتور سكل ونحقق لها امنيتها يعني قبل ما تكبر يعني زي ما اتفقنا انها انها اهدافنا انها تكمل للاشياء اللي ودها فيها او الهدف حقها تكمل وكمان نكبرهم طبعا بحاول اخلص بحاول بحاول اني اشد عليهم ونخلص السلسلة عشان نمتع سلاسل جديدة عندي كم سلسلة لازم ابداهم بس ما ادري ما ادري متى متى بابداهم بس يعني ما ادري احس انه ضغط لازم اخلص يعني كم سلسلة عشان اقدر ابدا اوكي اجبت لنا مية واربعة عشر وش كنا نبغى نشتري كنا نبغى نشتري شي بس نسيتوا شو ان شاء الله اتذكروا شو شي اوكي الايزل بس ما اتوقع عنها بمية فبس تنا لما تجي الرياليتيز عشان نجيب لنا فلوس كويسة ونقدر نشتري فيها اه كويس الحين تقدر تنام عشانها اوكي خليها تحلل هومورك وتنام طلعت بره عشان ما عندنك كراس الصراحه يعني اوكي الهدف الثاني انها توصل لعشرة للموتور سكيل ومونكي بار نروح للمونكي بار هداك الشكل سفينا والاشكال يعني هذي اللي سلام فيهم يعني نروح لها ثلاث مرات وموضي جيب درجاتها عالية في الألعاب حقت الكتابة خليها تنام عشانها ما نمت أبدا وحتى أختها أوكي حتى أختها ما نمت كويس فبخليها تنام وتصلح لنا إذا صحت وتكتب شي عشان من زمان ما كتبت تدروا مرة ودي عدد أجرب لكم إذا تموت النباتات أو لا إذا يعني شلتها من هذا المكان بس خايفة مرة مرة خايفة أننا نشيلها وتطلع المكان لحظة لحظة رح تاليها المدرسة أوكي أشوى اليوم ما في مدرسة أوه اليوم إجازة ونروح أوكي جت الروياليتيز يمدينا الحين نشتري إيزل وقليها تبدأ تتعلم الرسم لأن الرسم يجب لنا فلوس كويسة يعني مهما سوينا مهما حاولنا نجيب فلوس ما في زي الرسم بقالنا مية كفينا نجسم فيها بس اليوم خلونا نطلع من البيت ونججب نروح أي مكان عشان ناخدها وكمان نروح نشوف اللي قلت لكم عنهم أنت قومي وخلصي أشيائك خليها تقوم وتاكل أوكي الحين نروح للي قلت لكم عنهم حطيتهم في بيت ما راحلوا بس إحنا ما راح نطلعهم من البيت لما نخلص الأهداف بعدها يعني بعدها بنطلعهم البيت أصلا بنطلعهم كذا كذا ولمان يكبرون راح تنتهي السلسلة أوكي وصلنا للمكان اللي أقول لكم عنه أخذنا معنا كيسي كيسي كاسي ما أعرف إيش اسمها بس شوفوا كيف البيت حلو البيت مرة 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 حلو ومكانها بعد حلو جنبها قدامها نهر قدامها نهر وجنب الأسواق كل شي خلونا نروح جوه بشوف هي تكلم مع مين أول بعدها نقدر نخكم وين الباب الرئيسي أوكي هذا هو بس ما إحنا قدرين نوصل له هذا هو الباب الرئيسي نوك أندور وخلونا نشوف هي تروح تكلم من أول في أشياء في أبليكيشنز مرة مزعجة بس تقيت نضبط أوكي وبخلي أختها تروح عند أي ألعاب موجودة هنا ما في موجود ألعاب أوكي هذه بخليها تروح هنا عند هذه الألعاب أوه راحت من نفسها ما يحتاج أقول أوكي دخلنا لبيتهم ما أدري ليش من زعجة اليوم بشوف هي تكلم مين أول شي راح تشوف تشوف تيفي كأنها ما أدري بس ما أدري وش سلفتها أوه في واحد عندهم يحب الكمبيوتر مو بس يحب الكمبيوتر شكلها يلعب شفو كم شاشة شكلها مناوية تتحرك فبقليات تعرف عليهم هي كذا شفو كيسي أصدقتها مدري كاسي ماشي الجو شفو كيف على الطول بتروح أقول تنزلين هنا خلينا نكلم ويليام شفو كيف صديقتك أحسن منك أوه واحد اسمه إدري واحد اسمه أه أجل اسمه مايكل فبقليها تلعب بلاي بايرت أوه في بنت هنا صغيرة ياسمين نور توقع قد قد شفناها من قبل أو نعرفها أوه أصدقائهم موجودين هنا حتى في أحد جديد كاسي على طول ضبطت وضعها شفو أنا أقول إنه يعني رماشي مع بعض طيب في أحد هنا كذا شكله مؤدب فريندلي آه أسك باوت كير برايتن دي يمكن الشخص يكون هذا صدقون يمكن اللي اسمه ويليام جمعت استقاع جدد مليان في أوه في أحد جديد خلونا نشوف هذا مين ليه كذا وجهه أوكي جابرييل أوه فريندلي كمبلي لا ديسكس انترست وإيش بعد خليه فاني آه غوف اراؤن خلاص بعدها تروح ندختها عشان تاكل لإنها جعانة مرة وما نبغى نروح لبيت صراحة يعني فخليها تاكل أول جهي تلعب بعدين تجي عند أخدعها تاكل آم بعدها تعالي كل grab serving طبعا هذا اليوم الوحيد اللي بعطيهم فيه إجازة وبخليهم يستكشفون العالم آه لأن بكرة بكرفهم صدق آه 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 عندها شغل عندها شغل خلاص خليها تروح شغل يعني كنت ناوية اليوم عطيهم إجازة أوكي خليها تعالي تعالي كلي شو مشوا أمورهم مرة شكلها ناوية تيجي تسكن هنا مرة بطيئة إلى الآن ما وصلت للبيت أوكي أختها توقع خلصت من شغل بنروح لبيت علشان خلاص تنام بس خليها تاكل أكل لأنها من زمان ما أكلت أكل صدقي أوو خليها تعرف على مايكل أوكي خلاص خلونا نروح البيت علشان من زمان ما رحنا البيت ومو من زمان ما رحنا البيت يعني عحزة أخذنا وقت طويل في المكان هذا فنحتاج نروح البيت نرجع مرة ثانية لبيتنا خلونا نشوفوا ش صاير معاه أوكي دانا لسه مرتوعة للبيت مو دانا عبير شكلها أنا بخلص السلسلة وأنا ما أعرف اسماءهم كل شوية يتلخط ما أدري لي بس أتلخط أوكي خليهم ينامون خلاص عشان الحين ليل مرة وعرفنا قابريال اليوم شي حدو عرفت مايكل بس ما عرفنا مو مايكل ويليام معني أكره لسامي الأجنبية ليس حتبدري خليها تنظف ونبدأ مشوار الرسم بعدها وواتر وش بعد وهارفست أول صح نسينا نبيع الأشياء اللي عندنا عندنا رسمات نبيعها نكمل فراولة أربعة أوكي في سمك بنبيعها عشان خلاص اعتزلنا اعتزلنا الصيد أوكي حتى اليوم بنبيع كويس مرة التفاح جاب لنا ثلاثين وحتى الفراولة جاب لنا عشرين المشروم كم جاب لنا عشرة كويس مرة يريدنا نرفع مستوى الحديقة الزيادة الغسالة المغسالة اقربت لازم تصلحها طبعا اعتبرها ملتي تاسكر كل شيء تتويم ما شاء الله عليها تكتب وترسم وتزرع وتصيد ولي تبون سلتو وخليها ترسم رسمة ثانية وين تعالي 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 نسيت نسيت انك موجودة تعالي خليها تتبراكتس تايبين طبعا لازم اشتري لعبة اللي هي الجنجل جيم لان الظاهر اننا لازم نشتريها مو راضية الجنجل الجنجل جيم او المانكي بار ما ظهر ان اللحظة وش يعني مانكي بار يلا رجعت لبسات لكم لبسها القديم شان يمكن اشتقتولا يمكن يبوني نمون بدري مرة ما ادري يعني ما احس انه وقت انهم ينامون ساعة سبعة لسه زي انا الساعة انا قلت لكم ما يمكنني احسجل ايه منسيت اقول لكم ليش ما احسجلكم كثير خلونا نقول سبب صدقي لاني اذا سجلت اذا سجلت يجيني النوم بعدين انا بعدين اقوم الصباح على اساس اني بس احسجلكم واجرس ادور كوستيم كونتنت و اجرس مو بالعب البسهم وسويهم بعدين لما اخلاص مرة ستيري النوم فهم اوقف هالأشياء كلها واروح انام اقول بكرة بسويها ونفس الشي كل يوم كل يوم كل يوم وما بغى اسجل وانا عسانا بس الحين جلس اسجل وانا عسانا عشان ما بغى كذا اسحب عليكم او من بعد كويس ميو ستة بس ستة ربحنا فيها او جبنا فلوس والله واجد تعالي تعالي عندك سرير نايم مثل هذا ليه او اليوم في مدرسة ما خليتها تكتب الهومورك الهومورك ما خليناها تكتب الواجب وليوم في مدرسة فبخليها تكتب الواجب وبعدها تاكل يوغيرت وتروح لمدرسة اما دانا 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 بخليها اليوم تكتب لاني جلسة اشوف انها جلسة تبدأ في الكتابة اكتر فبخليها تكتب اوكي صحة تعبير عبير صحة دانا بخليها زي ما قلت لكم اليوم بخليها تكتب ونشوف وشي سير قبل ما نوقف تسجيل طبعا ابغى اشوف وشو دا المنكي بار اللي اللي لازم تروح لذات مرات يعني كنا في جنجل جم ووهو نفس الجنجل جم دقيقة خلونا نشوف المنكي بار المنكي بار هذا نحتاج نشتريه في بيتنا وسعره قريب او 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 جبنا جبنا فلوسه فراح نشتريه طبعا بحاول اني معني الحلقة الا اذا سويت شيين اول شي خليناها تروح للمنكي بار ثلاث مرات وثاني شي سوينا الصالة حقتهم شد او عبير تبغت تنادي جابريل للبيت او جابت اي في المدرسة كشخة والله فخلي قبريل يجي ترسيبون بعد قبريل او قبريل هنا واقف شكلا كيوت مر قبريل كذا ما دري كيف بس تحسون كذا من اللي فاني قوفي ستور ستوري اول شي يروحي مع قبريل سول في معه وبعدها تعالي والعب وسوا شوفوا كيف زعلانة ترسة تقولها عن القصة ليه هي زعلانة إنهم زعلانين كأنها قرد كأنها قرد وهي تتسلق احس مرة هذا يمثل شخصيتها وكملتها كملت الثلاث ثلاث جولات في المانكي بار وهي شكلها مرة خواص شوفوا كيف شوي شوي يلعب موزيها كل حلقة أقول لكم إني ما نمت ما أدري لما أسجل إذا جيت أنام أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله تكون هذه الحلقة ممتعة يا ويلكم تكتبوا لي يا مم الله يعني هني صدق شوي يا مم الله بس يا ويلكم والله صدق بس إذا تحسون في أشياء خلوة نسويها وتحسن في الفيديو كتبوا ليها في الكومنت إن شاء الله نسويها في الحلقات الجاية وبس شكرا لكم جميعا شكرا لكم